اشتركوا في القناة سلالات النحل في وطننا العربي الحبيب سلالات فريدة ومتنوعة يذكرها الدكتور علي خالد البراقي في إحدى دراساته أنها تجاوزت 13 سلالة لكن ماذا يجب علينا نحن كباحثين ودكاترة ومهندسين وإكاديميين في تربية النحل ما هي الإجراءات التي يجب أن نلتزم بها وبالتوصيات التي ذكرها الدكتور أمور تهمنا جميعا في القطاع النحلي فيجب علينا أن نلتزم في المعايير التي نربي من خلالها ملكات النحل أو الاهتمام بالسلالات المتواجدة لدينا على العموم الموضوع مهم جدا ولكن في دقائق مختصرة للدكتور والحديث حول هذا الموضوع تكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت أتحاور مع ابني محمد البراقي الذي يعمل في مختبر بحث في وزارة الزراعة في أمريكا منذ عدة سنوات تقريبا كيف يمكن أن نتساعد لنعمل دراسة لبعض سلالات النحل المحدودة في أمريكا للأسف بسبب عدم السماح باستيراد أي نحل لأمريكا بأي حال من الأعوال لكن هي تصدر النحل إلى أي مكان في العالم لكن غير مسموح إدخال ملكات إدخال طرود هم أخذوا هذا الإجراء كاحتراز أو هذا لكن تبين في النهاية بالبحوث الأخيرة التي نشرت والتي لم أكن مطلعا عليها قبل أن يعمل ابني محمد هناك لكن اطلعت على خطورة هذا الأمر وأن هناك توعية عامة بين النحالين الآن لأنه يجب أن يدخل سلالات حديثة وإلا سيصير هناك تدهر أنا أحب أن أنقل لكم هذه الفكرة لأننا يجب أن نكون منفتحين وخاصة في البدان التي ليس فيها سلالات أصيلة أما التي فيها سلالات أصيلة فيجب أن تحمى هذه السلالات الأصيلة المستوطنة الأساسية بأي حال من الأحوال وأن لا يكون جشع التجارة يأخذنا لتدمير هذه السلالات التي قلت عنها مثلا مرة قبل عشرين سنة نشرت بحثا ومقالة في موضوع السلالات العربية وأحصيت أكثر من ثلاثة عشر سلالة عربية معروفة معتمدة مصنفة عالميا في أنحاء الوطن العربي من الشرق الوطن العربي إلى مغربي وطبعا تبين بمزيد من البحث أن هناك سلالات أخرى لم نكن نعرف عنها وخاصة في مناطق جنوب مصر جنوب السودان هذه المناطق إلى منطقة محاذية لبعض البلدان الأفريقية الأخرى وإيرتريا وغيرها من البلدان الأفريقية التي تكون في أفريقيا فالمطلوب منها في أنحاء الوطن العربي وخاصة البلدان الكبيرة منها مثلا مثل السعودية الجزائر ليبيا المغرب إلى حد ما كذلك دراسة السلالات الموجودة وتدقيقها تمام يعني في المغرب هناك سلالتين لكن قد يكون هناك طرز وراثية موجودة منها في مناطق معينة أو شيء من هذا يجب أن تشجع هذه الدراسات لمعرفة هذه السلالات أو الطرز الوراثية للسلالات الموجودة فأكيد في المملكة في السعودية يكون هناك عدد لا بأس به من الطرز بسبب التنوع البيئي الكبير من المناطق الصحراوية الساحلية وغيرها والداخلية أيضا فلا أدري إذا كان كما فكرت أن المختبرات الموجودة الأخوة الباحثين الموجودين في السعودية وفي بعض هذه البلدان العربية يعملون على هذه السلالات ويكون قد جرى تصنيف لها وتوصيف أيضا لهذه السلالات هذا مهم جدا وكنت أقول في تلك المقالة أن سلالاتنا النحل العربية هي أهم من البترول وأهم من شيء لأن هذا كائن حي مستمر مستدام إذا قضينا عليه فنكون قضينا على أنفسنا وأدخلنا سلالات غريبة لا تتأقلم مع البيئة وتتأثر بشكل كبير بالظروف وستموت وسنلن تستطيع أن تكون مستديمة ومستمرة في حياتها في هذه البيئات الغريبة عليها